سوف نتكلم عن كلمة ديجيتال ادكشن السكرين واضح عندكم يا جماعة ها ديني ثامب اف بس كده السكرين واضح اوكي مرسي شكرا اوكي انا اشان السكرين هنا دي داخلة كده فا هادو سبلاي فا هتبقى على الارج سكرين واس هترده تقلب معايا يس واشيل ده بقى كده مالسكة دايز اشيل لا عشي يا جماعة عشان بس احنا عملنا حاجة قبل حاجة شفتو بقى النظام في كل حاجة مطلوب لازم ننزل دي تحت كده وبعدين ادوس بلاي نكلم على الان ديجيتال ادكشن هنلاقي انه اسماء متعددة سواء كان انترنت تكنولوجي ميديا ادكشن سايبر ادكشن ميديا ادكشن ميديا ادكشن ميديا ادكشن ومهما اختلفت الاسماء ومهما اختلفت المسميات الموجودة التكنولوجي ادكشن هو broad term وهو بيعبر عن بهيور that is uncontrollable ادكشن سايبر ادكشن 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 نحن داما نفكرتنا انه موجود في تينجر اكتر رغم انه في بعض الجونال نشارط انه موجود في الادلت life كمان المهم هل احنا الادكشن إدكشن مع اي سيكولوجي ملترتي بيقول في سيكولوجي ضرباء في العالم المثال ، و حهوارة مصلدة من المثال ، التعوير في النهاية البشاعة الانترنت انتواليا بشكل جمع جدا في المثال ، اتقل ازل الى 30% عرض البشاعة من التعوير لالفعالى على الإنترنت نسبة مع امتاليا الانترنت التعامل به عام 2012 في 2016 جاه كلامك كتير قوي عليه مع الانترنت يوز والانترنت أبيوز والانترنت أديكشن ويمكن احنا بنشوف في عياداتنا كتير الأمهات اللي جايين بأطفال عندهم الانترنت يبقوا سائب دايما بالنسبة لها من كتر السترس عليها طول اليوق منها تديه الموبايل أو التليفون تديه الكمبيوتر وأغلبهم بيقول كمان أن الولاد كواسين قوي في استخدام الكمبيوتر يا دكتورة ده كواسين قوي في استخدام التليفون هما مش واخدين بالهم أن ده it's one of the signs أنه ممكن يكون ADHD أو يدخل في internet addiction الparanoid ideation, الhostility الانانكسايتي, الدepression الانترپersonal sensitivity, الobsessive-compulsive average scores are higher في البيبل اللي عندهم high internet addiction scores than those without internet addiction وده بي ورينا إزاي إن فيه either comorbidity or causality relation ما بين الانترنت addiction وما بين other psychiatric disorders أو حتى لو ما وصلتش لمرحلة الـ disorder قبل ما أتكلم على الـ prevalence لازم نبقى متفقين مع بعض أنه الانترنت addiction as a diagnosis it has not been established في الـ ICD-10 ولا في الـ DSM-5 although الـ gaming addiction is going to be established وحيتحط فيه في الـ ICD-11 الـ DSM عندهم مشكلة والناس اللي وفقت على أنه يتحط فيه الـ classification systems in general كانت وجهة نظرهم أنه آه ده بيعمل psychiatric morbidity ده ممكن يؤدي إلى behavioral changes بينما اللي هما ضد الفكرة إنه يتحط الـ Internet addiction جزء منها يخصنا إحنا في الطب النفسي اللي هو الحاجات الـ biological إنه ما فيش عندنا لسه حتى هذه اللحظة Abundant studies تتكلم على الـ brain changes أو الـ neurochemistry changes اللي بتحصل مع الـ Internet addiction Other than that في عندنا الـ companies اللي هي بتعمل الـ gaming are totally against إنه نحن نحط الـ Internet addiction في الـ classification بالإضافة إلى الخوف على stigmatizing الـ adolescents or children والأدولسن والأدلس بالـ Internet addiction أعتقد إنه اللي هيبقى الفيصل في دخولهم أو عدم دخول الـ Internet addiction في الـ classification systems هيبقى للـ studies اللي هتتعمل لأن الـ prevalence of Internet addiction بيبقى من 1.5% الـ 25% من الـ population والفرق الكبير ده بيرفلكت إن الـ studies اللي اتعملت كان فيه methodological difference عالي عشان كده الـ number مختلف أو الـ percentage مختلف قوي الـ highest prevalence في الميدل إيست كان حوالي 10% and the lowest كان في Northern and Western Europe which is 2.6% الـ Internet addiction prevalence was higher for nations with greater traffic time This is very interesting إنهما لقوا إنه شعوب اللي عندهم زحمة أو بيقفوا في عربيات كتير أو بيضطروا إنهما يخدوا أو أقطويلة في الـ commuting إنهما يركبوا مواصلات سهل جدا إنهما يفتح الموبايل وبتدي يقعد يشتغل عليه وبالمناسبة دي أنا عايزة أشجعكو على إن اللي فيكو عنده ناتفلكس يتفرج على حاجة اسمها social social media dilemma It's a very interesting program هو كان بيكلم على الـ programmers of the Google وTwitter وإنستغرام وفيسبوك هما نفسهم اللي بيكلموا عن إزاي إنه الـ 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 معمولة عشان خاطر تشد انتباه الـ الـ consumer اللي هو اللي بيستخدمها وزاي النتفكيشن هما نفسهم كانوا بيقولوا النتفكيشن نتفكيشن نتفكيشن طول الوقت بيبقى الواحد عينه على الموبايل على طول عايز يبص مين بعتلو مين قليل مين شاير صورة مين حطه تاج وده بيزود الـ السيكولوجيك اللي هنشوفها بعد كده الـ الـ كان مختلف في الـ أكثر الـ اللي كانت مشجعة انه هو يدخل في الـ 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 خاصة سعود كوريا لانهما عندهم مشكلة انترنت أدكشن هما معترفين بيها بالنسبة للجندر هل نعتبر ان الميل أكتر ولا الفيميل أكتر هما الاثنين لهم نفس النسب ولكن الاختلاف فيه أنا حقدم من على إيه فحنلاقي ان المن are more prone to online gambling والpornography والgaming addiction بينما الومن are more vulnerable to online shopping social media texting addiction وانتقد احنا بدنا نشوف الـ effect بتاع البنات الصغيرين اللي بدخلوا على الانستجرام بتشوفهم عندنا في عياداتنا ويحاول انهم يبو influencers ازاي ده بيحطهم تحت ضغط عصبي شديد الـ pre-existing specific mental health issues بتبقى more prone for internet addiction وكان الكلام كله على الـ deficit disorder على ADHD على OCD pre-existing addictions سواء كان للdrugs او للالكول او للبور او للsex addiction بردو بيزاعد على ان يبقى في internet addiction الproblematic internet users and psychiatric morbidity in a sample of Egyptian adolescents كنا نشرناها في psychology journal ولقينا ان الاجيبش adolescents are at high risk for problematic internet use and to a lesser extent internet addiction adolescent with problematic internet use were more prone for psychiatric disorders like social phobia it's easier to disseminate على social media specific phobias general anxiety and ADHD psychology the same symptoms with internet addiction we'll find depression we'll find dishonesty because they'll send a picture with new programs and new applications that can change and change their body and they'll do the dishonesty and it'll help them to have problems in accepting الاسترموذة الانتكسجية، وحصول التفاق الدنيا إلى المتحدة. وعشان فعلاً أيضاً. وعشان فعلاً. وعشان فعلاً، الإشعار فعلاً في استخدام المستخدم. لأنه يبقى داخل يبص على كم فولورية، كم تاج إطلاع على الصفحة بتاعته، كم يوتيوبرين دلوقتي يرون أنه من الزرق تحت من أجل. فهذا كله يبقى إنسانتيف، كما حدث إنه إنسانتيف أن يأخذوا من الدكتون. ده يعني هو مش هيوصل مش أول ما يدخل حيبقى أدكت ولكن ده إزاي البروغرمز دي بتدخل بعض الشخصيات أو بعض اللي عندهم prone force addiction into internet addiction inability to prioritize or keep schedules لأنه لما بيتسحبوا في الجيمز أو يتسحبوا في الانترنت they are not following their schedules سواء كانت مذاكرة سواء كان social interaction سواء كان sports isolation بيتوحده تماما مع الكمبيوتر مع الشاشات اللي هم قدامهم no sense of time defensiveness طبعا وخناق مع الاهالي لما بيكون فيه نوع من أنواع محاولات للتقنين استخدام الانترنت avoidance of work لأنه طبعا ده هيعطلوا عن أنه يبقى قاعد على النات أو gambling أو gaming عن نت الجيمين كانت من المشاكل الكبيرة ومش بس عند الادوليسنس أو الأطفال احنا بنلاقيها كمان أحيانا بتخرب بيوت لأنه بيبقى فيه الجيمز اللي بيلعبوها مش عارفها PUBG ومش عارفها كورا وكلام من ده فسامتايمز بتبقى مزعجة للفاميلي بوندينج الاجيتيشن لما بيخسروا الموت سوينجز اللي هي بيتعرضوا لها الفير انه يخسر أو انه ما يبقاش واخد الهايست followers إن عملت بوست أو حتت صورة أو 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 دا كله بيخليهم يقو دايماً إذي إذيهار انجاجين تاني في الانترنت لونلينس and boredom with routine tasks they need all the time to be in a sense of activity ما بداروش انهم ما يدخلوا في أي روتين أو regular task بروك رستريشن اللي هي ان يعاضي أخاروا اللي وراهم اللي مفوود يعملوا لأنهم ديار انفولفت في الادكشن اللي هم ما فيه طبعا مش بسي سايكولوجيكال سيمتوم ممكن اللي هي موجودة عندهم لأ كمان بنلاقي فيزيكال سيمتوم زي الباك ايك زي الكارفل تانل سيمتروم هادكس من كتر العادة على الكمبيوتر أو الالسكرين الانسومنية البرنيترشن بوريه هايجين نك تنس دراء اي ويجين ويت جين بنشوفها كتر قوي طبعا دي على حسب ولل لأنه سيمبلي اتنج ويلا لأنه سيمبلي اتنج ويلا لأنه سيمبلي اتنج ويلا لأنه سيارتين ويلا لأنه سيارتين فببساطة شديدة لانهم لا يشعروا الوقت لانهم لا يشعروا ما أكلوش هناك سيارتينة واسكدا مش كلا إنه برضو الانترنت أصبحت جزء لا يتجزق من حياتنا دلوقتي لأنه حتى إيفن دكتورة حنان أعتقد قبل مني كانت بتكلم على أهمية إن إحنا كأطباء بلدي نعمل نوع من أنواع الديجتاليزيشن للداتا بتاعتنا فإحنا الانترنت سلاح زوحة دين الآنو نعمل نعمل لانترنت إichنا يستغلق في رسائل عان الانترنت الدكتون عنص stell t out ا الحنان القتاعد من المدرسات لان يستغلق Ungيشن لكن على مختلف Patrons عند تعود نعمل الدكتورات إنه في رسائل عان الانترنت عاندكتون هل إحنا الستudents في المدرسة دب يعرضهم لضغوط هل الpatients بتوعنا are more risk for internet addiction هل دا بنشوفه بنشوفه زي problem in the solving nosology which encompasses ambiguous definitions لازم نوصل يعني إي internet addiction بالزبط and the diversity of diagnostic, prognostic and therapeutic criteria we need extensive clinical trials in order to be able to deal with the case of internet addiction we have to look thoroughly إذا كان في عمدنا comorbid conditions because they have to take proper attention which is treatment of the comorbid conditions whether ADHD and anxiety specific phobia, sociophobia ADHD, depression and anxiety and we have to be clear about the goal of therapy هل دا بنشوفه نوصل من فين لفين the use of pharmacological treatments although we don't have a diagnosis بس عندنا some sporadic papers and we have to look at the research and what is the best anti-depressants اللي ممكن نديها فكانوا بيكلاموا على الستاليبرام عن البوبروبيون سترالين وذنالتروكسون أولانزابين وكواتيابين ستاليبرام والمثالفينيديد مثالفينيديد والأتومكسبيين سايكوثيرابي 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 الـ CBT بيشتغل معهم قويساوي البوبروبيون shows a greater effect than استاليبرام on reducing impulsivity and attentional symptoms ودي كانت بيكرة نشرت في 2017 سترالين alone is not effective adding نالتروكسون 150 ميلي برام في اليوم دي كانت أحد البابر بردو اللي نشرت وقالت إنو النالتروكسون مع سترالين ممكن يخدم في الـ type of drugs treatment for compulsive cybersexual behavior anti-psychotic drugs have not shown to be of great benefit في حالات الانترنت addiction disorder بيبرتاني نشرت ان الولانزبين من 2.5 ل 15 ميلي برد دي was ineffective against pathological gambling while الـ 20 ميلي برد كيجي only when combined مع antidepressants which means انو وحنا بن عليك الادiction we have to pay attention ليل other psychiatric disorders انتو some data concerning the treatment with psychostimulants such as المثylphenidate which acts by inhibiting الكتكولamine reuptake المثylphenidate اخذ اهتمام في غزية الانترنت addiction proven drug against الادهج زي ما حضرات قعفين has been used in children الاندهم الادهج with internet video gaming players after the treatment with methylphenidate ADHD symptoms had improved significantly and the average and the average time spent on the internet nizzle had been greatly reduced both methylphenidate and atomoxetine reduced the severity of internet gaming symptoms and this reduction was correlated مع impulsivity reduction which also results from ADHD medication وعشان كده في حالات ADHD محتاجين نكون more specific more accurate about if this is a part of the impulsivity so he gets into overuse or abuse للانترنت ولا it's a comorbidity في diagnosis لسه احنا في سبيلنا لوضم I'm sorry ان السلايدي زحمة شوية ولكن الفكرة ان دي كانت عدة ادوية اتجربت في حالات الانترنت addiction زي الـ glutaminergic drugs alternates has also been implicated in the pathophysiology of behavior and substance addiction the rationale for glutaminergic drugs possible use in internet addiction exist زي ما كان بيفيد في الادiction ادوية الادiction ممكن استعمالها برضو في حالات الانترنت addiction ال drug addiction I mean among anti-epileptic drugs كان من ضمن ال some showed effectiveness against bipolar disease as mood stabilizers زي الكرمابيزيبين واللامotrigine والvalproate الvalproate is also recognized for its anti-craving activity which further suggests the use for treatment of internet addiction disorders المود stabilizers استخدمها مع الانترنت addiction can can have have enough if can use the mood stabilizers with addicts and this is the paper I don't know if it's clear or not but treatment of different trials which could be an idea for a good clinical trial عندنا في مصر التreatment strategy بتاعنا انحنا تُpractice the opposite time in internet use use external stoppers انحنا يبقى في حد بيقدر يوقف العيان second the goals abstain from a particular application ودي من الحاجات المهمة جدا كنت رسم شوية بقول لكم انه ال notifications اللي بتيجي كتير ال emails اللي بتيجي اللي بتاع تعالى ده في لعبة تانية أحلى طب انت بتلعب اللعبة دي العب اللعبة دي مش بيحسن ال time spent مش بيحسن ال abuse ال normal use وانما بيدخل ال abuse into addiction use reminder cards when we're going to play and when we're gonna stop develop personal inventory كل شخص عنده القدرة لانه يبقى في load tailored يعني شوفنا أولاد كتير جدا من اللي بيعدوا كتير عال الانترنت they have the obesity بتاعتهم عالية جدا they have to enter in support group they need family therapy الفامي دورها كتير جدا لان الاسف الشديد احنا لو بنيكلم على أولاد وأطفال بيستخدموا الانترنت بمقدار زيادة شوية فالأهالي مش مدركة لفكرة انه ممكن الأولاد تبقى abusing the internet والأبيوز هو نسبة منهم لبأس حتتحول إلى internet addiction and by that I thank you very much I hope thank you very much for your time and your attention أنا أسفة جدا يا دكتورة ماي بس هم حاولي يزبطوا معي المعاد ما كانش مناسب لي ومولي يا معاد فعشان كده قلت لهم خلاص هناخد هنعمل أشخري كده هنعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة